قرر البنك المركزي الأردني إجراء تعديل على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية للبنك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وقال البنك المركزي الأردني في بيان صحفي إن قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك جاء نتيجة لمتابعة التطورات الاقتصادية الرئيسية محليا ودوليا خاصة بعد أن شهدت الأسواق المالية العالمية قرارات بشأن أسعار الفائدة على بعض العملات إضافة لضمان تنافسية وجاذبية الدينار الأردني كوعاء للمدخرات المحلية والحفاظ على أركان الاستقرار النقدي والمصرفي وبموجب القرار تم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 72% سنويا وسعر فائدة نافذة الإداع للدينار لليلة واحدة إلى 71% سنويا في حين تم رفع مدى سعر فائدة شهادات الإداع لأجل أسبوع بواقع 25 نقطة كما قرر البنك المركزي عدم إجراء تغيير على سعر فائدة إعادة الخصم وبقيت عند 73% سنويا وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة وبقيت 3.5% سنويا كما قرر البنك الإبقاء على أسعار فائدة برنامج سلاف متوسطة الأجل للبنوك والخاصة بإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية وخاصة المتوسطة وصغيرة منها دون تغيير والبالغة 71% داخل الغاصم عمان وواحد في المئة للمحافظات ترجمة نانسي قنقر